اشتركوا في القناة اعمل ايه اخبار كله تمام يعني رفيق المشوار وكل مشوار الكتب الصحف الكبير استاذ جمالك كيشكي منها يعني عضو مجلس امناء الحوار الوطني ومنها رئاسة تحرير الاهرام العربي ده طبعا غير الالم البديع والرشيق حزكا استاذ جمال كله تمام كله تمام كله سلامة طيب وانتب الصحة والسلامة طيب خليني هبدأ الاول بدكتور محمد باغام اولى اولويات الحكومة الجديدة ما بقتش بقى اللي جاي الحكومة الجديدة اللي قالت النهاردة او حلفة اليمين الدستورية امام الرئيس من وجه نظر دكتور رحمد باغام استاذ الاقتصاد اهم ملف موضوع على الطاولة من الاخر نطمن المواطن يعني يطمن ينخاف سوا ان شاء الله ربنا مجيب اقتصاد المصري قيم على التفاقل لو احنا متفاقلين هنقدر نحقق انجزات قوية جدا خلال فترة وجيزة انا متفاقل جدا بتشكيلة الحكومة الجديدة سواء من وزراء سواء من نواب وزراء سواء من المحافظين او نواب محافظين دفعة قوية جدا اتصور جاية من الازمات اللي مرت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية واتصور من التحديات الجسام الكبيرة جدا اللي بتواجه الدولة المصرية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي هتكون دفعة قوية جدا للحكومة ان احنا هنشوف اداء مختلف خلال الفترة القادمة احنا محتاجين بمنتهى القوة نرجع الثقة للمواطن في الحكومة مرة اخرى علاج الازمات المختلفة وابرزها ازمة الطاقة ان احنا محتاجين فورا رشدة اقتصادية عجلة من المجموعة الاقتصادية تطمن المواطن من ناحية الوضع الاقتصادي وأول نقطة في هذا الأمر الأسعار يا أستاذ يوسف لازم نركز على هذا الأمر طبعا المواطن هيشعر بأن الحكومة فعلا جدة في طريقها وفي مصارها لو كان بيحس فعلا أن يجيبه ده ما بيتأثرش صح وكان بيحس أنه بيحصل على احتياجاته اليومية وأنه قادر يكفل أسره أسرته أو نفسه أو عائلته بشكل محترم ويقدر يوفي ما عليه من التزامات هيحس فعلا أن البلد بتتحسن وبتضاير وأتصور أن احنا ما بنهزرش قيادة السياسية ما بتهزرش خالص الحكومة ما بتهزرش في وضع جاد وفي تحديات كبيرة جدا قدامنا لازم وعلينا ونؤكد على ذلك أن النجاح لا بديل عنه أبدا خلال الفترة اللي جاي ده حاجة كده عامل زي السنوية العامة طبعا ما فيهاش هزار طبعا أستاذ جميل نفس السؤال هو هو هسألك زي ما تقال كده عليك أن ترتدي قبعتين قبعة الكاتب ورئيس التحرير وقبعة عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وأنتم طلعتوا مجموعة من التوصيات حدث كيفما أردت وذهبت إلى رئيس الجمهورية والرئيس كلف الحكومة الجديدة بسرعة التنفيذ شوف يعني أولا يعني تحيات الحضرتك ولكل السادة المشاهدين وكل التحية للسادة الوزراء السابقين لما أنزوه ولمساهمه فيه في خدمة هذه الأمة دلوقتي إحنا بنتكلم عن هذه الحكومة الحقيقة ومهم نقول ده إنها بتعكس فلسفة يعني أنا بتوقف أمام يعني بعض الملاحظات على هذه الحكومة ده مش معناه أن الحكومة اللي فاتت فيها مشاكل أو عبو ولكن التغيير ده سنة الحياة لكن ما لفت انتباهي في هذه الاختيارات رقم واحد إنه فيه عقل إدى نفسه وقت طويل جدا يفكر ويدور عن عقول مهنية عقول مهنية وعقد عليها أمال كبيرة فإنها تعمل نقلة أو حركة في المشهد العام في الشارع المصري وأخذ بالحضرتك ومعظمهم يعني الأمانة يعني من خلال متابعات اللي ليهم بشكل شخصي أو للسيارة الذاتية بتاعتهم ليهم بصمة في مجالهم وهناك كمان أمال عريضة في إنهم يقفزوا قفزات ملحوظة ملحوظة لكن برضو إحنا بنتكلم إحنا مش عايزين نفتح السقف الآخر ونقول بكرة ستمطر السماء يعني انخفاض في الأسعار وفلوس ومش عارف الكهرباء بلاد الشرق تفيضوا لبنان وعسلان مسألة مش كده مش كده خالص الناس تأخذوا وقتها لكن فكرة إنه لأ رأس الدولة المصرية عقله فين مع المواطن صح لما كلف الدكتور مصطفى مدبولي قال له تكليف يقوم على واحد اتنين تلاتة واحد تطوير بناء الإنسان الأسعار المشاكل الحياتي التضخم قضايا الأمن القومي خد بال حضرتك ده رقم واحد رقم اتنين الرئيس وصل ده فين في كلمته في تلاتين ستة وقال أنا حاسس بالمواطن وحاسس بالمشاكل طب يبقى إذن الأهم عندي إنه هناك اهتمام كبير جدا بمشاكل المواطن وبالتالي كل التحركات التي دارت في الاختيارات كان بطلها مين بطلها المواطن طيب هل إحنا يعني وإحنا بنقول مع بعض إحنا يعني محتاجين إنه قفزات سريعة وتحركات سريعة أه محتاجينها لكن إجبارية مش إجبارية لأنه لا يمكن أنت بتدي الناس وقتها وبتفكر وتاخد وقتها وتاخد قرارات وهو إلى آخره لكن فيه حاجات بالضرورة لازم كلنا نركز فيها كل مؤسسات الدولة تركز فيها والإعلام يركز فيها والسياسيين يركزوا فيها والحوار الوطني اللي حضرتها بتتكلم عنه وركز فيها وعايز أقول لك إنه أنا بأمانة يعني أشم رائحة الأجواء بتاعت الحوار في الهكومة أخذ بالك هذا الحوار الذي ضم كل التيارات السياسية والعقول المختلفة من مشارب الدولة المصرية ومشارب هذه الأمة أنا أجدها في الحكومة لأنه في الحكومة فيه ناس معلش أنت أولا ركزت على حاجتين المهنية والعمر متوسط العمر 56 الحكومة اللي فات كان 64 وأخذ بالحضرتك أنت بتكلم في أعمال أعلى عمر وزير العدل 71 وزير الإسكان 42 وأخذ بالحضرتك وبالتالي أنت هنا يعني بتحط معيارين بس في النهاية مش هم الحاكمين الكفاءة هي الحاكمة خذ بالحضرتك أي أن كان يطلع 71 أو يطلع 42 كفاءة وقدرات الكفاءة وقدرات وبالتالي هنا فكرة المواطن فيه الحوار الوطني اتكلمنا كتير جدا عن وزارة على سبيل المثال من مخروجة الحوار زي وزارة الاستثمار خذ بالحضرتك الحوار كان فيه الروح اللي هي الجيلية والمهنية والحوار اتكلم على دمج الوزارات دمج الوزارات واخذ بالحضرتك الروح الروح الجيلية والمهنية في نفس الوقت ده الحوار الوطني الحوار الوطني تقدم للرئيس 97 توصية في افطار الأسرة المصرية في 5 إبريل لقدمهم الأستاذ المنصق العام الدكتور دياء رشوان للسيد الرئيس وهذه التوصيات أنا في تصوري انها يعني سمارها ستأتي خلال الفترات القليلة الماضية ها استأذنك هقف عند النقطة دي هطلع لفاصل مسألة توصيات الحوار الوطني 97 اللي تقدمه لفخامة الرئيس محور الاقتصادي وهناك أيضا عشرات من توصيات الأخرى تم تقدمها لفخامة الرئيس ويمكن جزء كبير جدا من هذه توصيات أو جزء من توصيات المهمة كانت بتتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية ومسألة الحبس الاحتياطي إلى آخره يعني ده أيضا من تكلفات الرئيس لكن أنا عايزة أطلع فاصل وانا عايزة أقول ماشي بس أنا عايزة أقولك برضو يعني أنا عايزة أتكلم عن مصر هذه الأمة اللي كل يوم بناكتشف إنها مخزن للكوادر المصرية أنا جاي لك لكن بعد الفاصل أنا هرجع فورا لدكتور محمد جاغي علشان نقطة انت أثرتها مهمة جدا أنا أساس جماعة ألا وهي يا دكتور بس بعد الفاصل دمج الوزارات أنا لفت لنظري جدا دمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولي في حقيبة تتولها الدكتورة رانيا المشاط والأثبات بدل الكفاءة بصراحة يعني حاجة كفاءة دولية وهي يعني غنية عن إشاتي بالتأكيد يعني مما لا شك فينا تحتاجها لأنه ده الواقع يعني العالم عارف مين هي الدكتورة رانيا المشاط عايز أتناقش في الحقيبة دي تحديدا فاصل ونكمل الكلام فيه ناس شطار مما لا شك فيه مما لا شك فيه مصر مليانة شطار أنا أتفق مع رسول جمال الكشك في ذلك أرجع مرة تانية ليه دكتور محمد باغ دمج الوزارات ويمكن أكتر وزارة بالنسبة لي كانت لفتة جدا للنظر ومعجب بهذا الدمج هي مسألة وزارة التخطيط دمجت مع وزارة التعاون من زمان وأنا بنادي بما يسمى بالحكومة الرشيقة مش ممكن أبدا دولة حجم مصر أن احنا كنا بنتعامل ب37 وزارة و36 وزارة و34 وزارة وآخر حاجة حجم كبير جدا علشان تقدر تنسق ما بين الملفات بيحتاج جهد وبيحتاج وقت وتصارع إداري وبطئ في عملية اتخاذ القرار ولو أنت هتدي من الميزانية الدولة يقول لك دي بتاعتنا ولو أنت هتكلف بمهام أو أعمال يرميها على الطرف الآخر وبالتالي بطئ في الأداء الحياة الحكومة الرشيقة والدول المتقدمة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية بجلالة أدرها بهذا الكبر الجغرافي الكبير وبهذا الحجم الاقتصادي الهائل بتشتغل بخمستاشر وزارة دولة اليابان من معدلات النمو الاقتصادي على ميان اللي ملهاش مسيل يحظر الدستور الياباني عدد الوزارات يزيد عن سبعة عشر النهاردة احنا بنتقدم احنا النهاردة الحمد لله عندنا تلاتين وزارة عملية الدمج اللي حصلت دي أنا مبسوط منها جدا والحقيقة زي ما حدك زكارت يا سوز يوسف أنه احنا عندنا وزارة التخطيط تدمج مع التعاون الدولي لأنه الملف ده مرتبط ببعضه لما يكون فيه أولويات للدولة المصرية وإن الخارج بينظر ليك وبقوتك على مدى ما تمتلكه من فرص ومن مقاومات ومن عوامل داخلية قوية جدا زي البنية التحتية وزي البنية البشرية وزي البنية المعلوماتية وزي التطور اللي انت بتعمله في المجتمع بشكل هائل قدرة الدولة على تسويق هذا الأمر وإنك تكتذب رؤوس الأموال وتكتذب المؤسسات الدولية والشركات الدولية أنها تدخل عندك أتصور تكليف الدكتورة رانيا المشاط بهذا الملف كان في غاية يعني يعني إصابة الهدف لأنها ستة عظيمة جدا قامت بجرد مهم جدا في هذا الملف اللي هو ملف التعاون الدولي وبالتالي إسناد وزارة التخطيط فإحنا هنا بنعمل التناغم أو التناسق أو التوافق ما بين الملفات دي وبعضها البعض شيء تاني برضو هكامل لحضرتك يعني دمج وزارة النقل مع وزارة الصناعة أوكي وبيقود هذا الملف رجل المستحيل الأول فيما صحيح سيادة الفريق كامل الوزير أو والناس بتسأل هي إيه اللي علاقة ما بين النقل والصناعة أتصور أنه الفترة اللي جاية وإحنا عندنا قطاع النقل تطور تطور هائل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة وهذا القطاع آي من النهاردة على التصنيع تصنيع عربات السكة الحديد تصنيع يعني الأدوات الجديدة عربات النقل والفلنك طبعا أطبان والعربيات نفسها والنقل البحرية والنقل الجوي يعني والترسلات اللي بتتعامل عندنا موكل ده كان ملف صناعي والبنية التحتية موجود في حقيبة الفريق كامل بالزبط والبنية التحتية اللي أنت داخل فيها على منظومة نقل زاكي وبالتالي إحنا لازم قطاع الصناعة ده يبقى فيه ما يسمى بالميزة النسبية اللي أنت اقتصادك يتميز بيها على المستوى الدولي وبالتالي هذا الملف لما يسند إلى واحد بقوة وخبرة وإدارة الفريق كامل الوزير حينجح أنا موتت على الرحيم لأنه هذا الرجل موتت على الرحيم يدحك لما لقيت ود من كلاب ورعا على الإخوان قال لك إيه علاقة الصناعة بالفريق كامل الوزير يعني فأنا بقيت له نفسه أخش أعض في التلفزيون صنع السفن بالزبط تقول له إيه علاقة الصناعة ده طبعا قصور فكري وناس بتبص تحت رجليها فهذا الرجل لا يقبل فكرة الفشل وإحنا شفنا أكتر من مرة لما بيدخل في تحدي هو بيكون قد التحدي ده تصور أن الصناعة خلال الفترة اللي جاية حتكون قاطرة مهمة جدا بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي ولما بنقول نمو اقتصادي يعني بنقول تشغيل فرص تشغيل يعني بنقول قدرات أكبر في الاقتصاد يعني بالقول مرونة اقتصادية تقدر تصدر تقدر حتى يعني تعتمد على الانتاج المحلي في أنك توفر مستلزماتك من الانتاج أو مستلزمات الانتاج لأن دي قضية مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد المصري احنا وجدنا في دراسة أنه يا جماعة احنا ليل كل لما بنزود الصادرات للأسف الوردات بتزيد بنفس النسبة لقينا أنه 52% من احتياجك في الاقتصاد المصري عشان تصنع بأيديك مستلزمات انتاج بنسبة تقريبا 52% فكلما هتزود صادراتك كل للأسف موارداتك بتزيد بنفس المعدل أو نفس النسبة الحل في توطين الصناعات الحل في أن احنا يبقى عندنا الصناعات المحلية والصناعات المغزية الوطنية ده اللي هيعمله هذا الرجل وعنده إصرار وعنده عزيز في هذا الملف قدرة كمان وتنصيق أيضا ما بين الوزارات رجوع وزارة الاستثمار احنا يا ما بيننادي ويا ما بينقول معوقات الاستثمار ومن قانون 97 وهو مذكور في الشباك الواحد بس ما عرفش ليه بنكررها كتير هي العملية معتمدة على إيه معتمدة على إرادة ومعتمدة على جهاز إداري قوي يكون موجود عندك علشان يؤمن فعلا بفكرة الاستثمار ويؤمن فعلا بأن الطرف المحلي أو الطرف الدولي اللي جاي عندك في البلد ده جاي علشان يخدمك وعلشان يساعد في الاقتصاد وإن هو لو جاي بفلوس هو خايف على الفلوس دي وجاي علشان عارف إنك عندك معدلات عائد كويسة وفي نفس الوقت معدلات من المخاطر قليلة لازم نذكر دي برضو عندك أمان سياسي عندك أمان اجتماعي عندك إصلاحات اقتصادية عندك إصلاحات هيكلية عندك توازن ما بين القوى السياسية والحمد لله احنا مش بلد يعني بتتخانق مع بعضها ولا فيها صراعات طائفية ولا الكلام ده كله وبالتالي انت مناخ استثماري مهم جدا بقي عليك إنك تسوأ نفسك تسوأ الفرص الاستثمارية لما بيجي المستثمر ويلقي المعوقات اللي موجودة رئيس الجمهورية بتكلم دولة رئيس الوزراء خلى ملف الاستثمار في فترة سابقة كان تحت إيده مباشرة ولكن الموظف الصهار اللاعد على الشباك ممكن يطلق المستثمر ده ما يرجع لكش مرة تانية جاء رئيس الجمهورية قالك احنا نعمل ما يسمى بالمجلس الاعلن الاستثمار 17 جهة موجودة في هذا المجلس يا جمالبي يقولك إنه المستثمر ييجي السبعتاشر جهة دول هم المسؤولين عن إنهم ينهوا إجراءاته شكرا طب النهار ده انت عندك وزارة وده أداء الحكومة الأساسي بيبن من إيه إنك بتحمي مصالح الدولة وبتحقق احتياجات المواطن والنقطة التانية إنك بتستثمر الفرص اللي موجودة عندك فوجود وزارة الاستثمار أتصور إنها هتعيد إحياء الفرص مرة أخرى يمكن كان أساس جمال التكلم في ده لما تكلم على السبعة وتسعين توصيل خارج الحوار الوطني متعلقين بالشق الاقتصادي تحديدا وأنا عارف كويس إنه ما يتعلق بالاستثمار جهة الحوار الوطني خات كم جلسات غير طبيعة ومناقشات شديدة الحمارة طبعا ورئيسها النائب محمد سليمان نائب المحترم رئيس لجنة الاقتصادية في مجلس النواب وفردنا لها الحقيقة وكان مشارك فيها أنا عاز أقول لك أن هذه اللجنة مش بس قدمت أفكار وراءها قدمت شخصيات كمان وشبابه ومن مؤول من محافظات مصر وخبراء ومتخصصين وده النقطة اللي أنا بقول لحضرتك فيها لأنه هنا يعني المش بس للحوار طلع كوادر أو كشف عن كوادر في الجلسات لا وعن أفكار أيضا واختبال حضرتك وبالتالي هنا أنا في تصوره في المرحلة المقبلة من الحكومة أنه هذا النموذج المختار فيه حيوية تبقى قادرة على الضخ وقادرة على العمل أكتر ويعني فيه تصوري أيضا أنه لابد أنه فيه حاجة لازم نركز عليها أنه المواطن يبقى هو البطل وهو الانحاز الكامل للمواطن قدر الإمكان والانحاز الكامل ده هو مركز اهتمام الدولة مركز اهتمام هو يعني هو المركز الرئيسي ولكن هنا محتاجين طب أنت عشان يعني تحتاج أنك تعتمى بالمواطن مش بس لا لا تنفصل على المواطن تشاركوا في كل حاجة أنت تطلع السيدويسي في الإعلام وتقول والله ده أنا معايا مثلا وزير الإستثمار وزير الصحة بس ده يتطلب أن الحكومة تبقى على تواصل دائم مع الإعلام وفعله في حضرتك من حاجة خد بالك ممكن تبقى أنت عندك حتة ألماز حلوة حتة ألماز بس أنت قافل عليها في الدولار أو عندك موضوع جدلي جدلي فبتاخذ انطباع خد بالك فأنت محتاج محتاج أنه كيفية هنا مشاركة المواطن من خلال أنك تحطه على الأمر هو مكشف لأنه هو ممكن يبقى عندك المشاركة طبعا لأنه فيه ممكن يبقى عنده موقف أنت لما تشرع وجهة النظر وتشرع المعلومات وتشرع السياسات بالتالي تتبدد تتم تصحيح وجهة نظره وتخليه يعني يلتمث لك العذر أنت بتتكلم فيه مطالب أنت هنا فيه ناس مش متخصصة واحدة يقول لك والله ده احنا أنت مثلا عندك الكهرباء بتخفيف الأعمال بس فينها لما تيجي تشرع له تقول له واحد اتنين تلاتة وتكلفتها كذا ولو تعاملت بالسعر الحقيقي أنت تدفع ثلاث أطعاف وأربع أضعاف لأنه الحكاية الحزبة واحد اتنين تلاتة فبالتالي يبدأ يتفهم لكن ده كمان ده كمان محتاج أنه المبادرة طول الوقت من الوزرات والحكومة والوزراء نمرة اتنين وده المهم بالنسبة لي يعني أليت وأنا يعني عندي تفاؤل بوزيرة التنمية المحلية فيما تعلق الدكتور منالي فيما تعلق بالربط هنا والتواصل مع المحافظات خد بالك مع المحافظات لأنه إحنا يعني المحافظ في مصر هنا هو بمثل رئيس الجمهورية يعني كأنه رئيس الجمهورية في محافظته وبالتالي محتاج الصلاحات الأكبر ومحتاج الدعم الكافي والمحافظين حتى الجدد مش بس هو ينتظر لا يعني المحافظ هنا بما أنه عنده هذه الصلاحية وبأنه بمثل رئيس الدولة في محافظته عليه أنه يبقى غير تخليدي طول الوقت وعنده حيوية طول الوقت ويدور على موارد خارج الصندوق طول الوقت وما يعتمدش فقط على الميزانية اللي بتجيله في المحافظة فقط لأ يبقى عنده أفكار خلاقة إزاي يجيب موارد بمشروعات كل محافظة فيها مشروعات أخذ دايما على المحافظين في مصر عندنا طول الوقت طول الوقت إذا عارف إن كده همسة عتاب بتاعت زمان بتاعت الراديو هي همسة عتاب مفيش تواصل حقيقي بيحصل مع جمهور المحافظة مع أبناء المحافظة ما بيتواصلوش مع منظمات المجتمع المدني العاملة داخل المحافظة تواصل مع الناس عشان تعرف المشاكل إيه وتعرف الفرص إيه شوف المحافظ أولا عنده لازم يعمل إيه التواصل مع المواطن رقم واحد لأنه لازم يشعر بالإحساس الأسري في محافظته لأنه الناجح فيهم على مر التاريخ تلاقيه معروف في كل القرى والكفور والنجوع والمدن وكل واحد اتنين يكون وثيق الصلة بالنواب اللي في محافظته يكون وثيق الصلة بأعضاء المجالس الشعبية المحلية لما يتعمل ويكون وثيقة بالأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية في المحافظة كل ده طبعا طيب ده كل ده موجود وإحنا حتى في الهوار الوطن عندنا اجتماع يوم السبت وهنطالب بمناسبة المحافظين والعلاقة مع المجالس الشعبية المحلية هنطالب بالحكومة بعدة قوانين وعدة مشروعات وملفات في مقدمتها المجالس قانون المجالس انتخابات المجالس الشعبية المحلية لأنه ده ده المختبر الحقيقي للكوادر السياسية تطلع لك والكوادر السياسية فيه لما تطلع أي وهم أدرى أهل مكة أدرى بشعبها فهم عارف في المحافظة دي فيه مشاكل وكل محافظة تختلف من طبعيتها وبالتالي لما يكبر الشاب بيخش البرلمان بيعرف يتكلم ويعبر عن دائرته وعالف طبعا جرب واختبر الأمر مره وده بالإضافة كمان أنه هناك أمال كبيرة جدا يعلقها الحوار الوطني على الحكومة الجديدة ويطالب الحكومة بأن يضع كل التوصيات التي لم تنفذ حتى هذه اللحظة ضمن برنامجه الجديد وعايز أقول لك أنه قانون المجالس الشعبية المحلية قانون انتخابات مجلسية المجلسة المجالسة النيابية أيضا سنناقش قانون مكافحة التمييز أيضا الحبس الاحتياطي يعني عدة قوانين الحقيقة فيما يتعلق بالأمن القومي سيكون ملف رئيسي على طولة الحوار يوم السبت إن شاء الله في الاجتماع المهم التواصل ما بين إدارة الحوار الوطني والحكومة في مساحة من التفاؤل بالشكل الجبير جدا خاصة أنه الدكتور مصطفى مدبولي أكد مرارا وتكرارا على يعني حرصه الدائم على تقديم كافة أنواع المساندة للهوار يا ميسر الحال وأنا يعني يؤكدون علي عبر الاربيس بس الوقت ده مش هينفع الوقت ده مش هينفع نحن عيجي تاني لا معا يعني الجملة المصرية الشهيرة إيه القعدة دي متحسبش القعدة دي متحسبش نحن جايين تاني إن شاء الله فليكن السبت الجاي الحد الجاي يعني إن شاء الله الجايات كثيرة تدورونا واتشرفونا وكلنا تفاؤل وأمل وثقة بإذن الله سبحانه وتعالى في الحكومة والمحافظين الجدد شدوا حلكوا وفي النهاية هو عمل جماعي إحنا إدينا في إديكم إنتوا إديكم في إدينا إحنا إدينا في إدين المائة وعشرة مليون واطن ومعنا ربنا سبحانه وتعالى وفي النهاية الرئيس يعني بيدعم الكل فشدوا حلكوا معنا كمان وكمان كل شكر لحضراتكم كل شكر لك دكتور محمد كل شكر دكتور محمد ماغة وأستاذ الاقتصاد بجمعة قناة السويس أيضا كاتبنا الصحاف الكبيرة والصدق العزيز وأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني نورتنا أستاذ جمال وكل لحظات ثواني قد تكون دقيقة ولا حاجة لو كريم رمزي داخل حالا وبرنامجو رقم عشرة التاسعة سلامت